تنتهي غالبية الحروب والأزمات على طاولة الحوار ويبدو أن أزمة أوكرانيا ستعتمد المسار نفسه لكن الظروف لم تتهيأ بعد في الأمم المتحدة لا تواصل بين البعثتين الروسية والأوكرانية وفق نائب مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية ديمتري بوليانسكي وكشف المسؤول الروسي أنه كانت هناك محاولات لإجراء مشاورات وجلسات مغلقة حيث يمكن أن يشارك الأوكرانيون لكنهم لا يستخدمون قنوات الحوار مع زملائهم الروس وأعرب عن أمله في أن يتغير الوضع في وقت لاحق لأنه سيكون من الضروري التحدث بين الفريقين عاجلا أم أجلا أما الموقف الرسمي بين موسكو وكياف فلا يختلف كثيرا مع تبادل الشروط المسبقة لإعادة إطلاق أي حوار سلام ثنائي حيث يطالب الكراملن بنزع سلاح أوكرانيا ويصر على الاعتراف بضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة لروسيا قبل الشروع في أي مفاوضات ويتمسك الكراملن أيضا بسحب كل المدربين التابعين لحلف النيتو وكذلك المرتزق من أوكرانيا ووقف دخل أسلحة الغربية إلى كياف ويشترط الجانب الروسي أن لا تنضم أوكرانيا لأي تكتل عسكري قبل أي مفاوضات سلام وأن تعود إلى سياسة الحياد كطريق لإنهاء الحرب بالحوار في المقابل تتمسك كياف بشرط وقف العمليات القتالية وانسحاب القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية واستعادة شبه جزيرة القرم والأقاليم الأربعة ويطالب الجانب الأوكراني بمثول روسيا أمام محكمة جرائم الحرب قبل دعوتها للمشاركة في أي قمة سلام وقبل أيام رفع الرئيس الأوكراني سقف مطالبه لتشمل عودة روسيا لخطوط عام 91 ودفع التعوضات وتقديم الضمانات اللازمة لحماية أمن واستقلال وسيادة أوكرانيا